هايل. من ناحية تانية. ودي نقطة مش عارب. يعني مش عايزة مش عايزة تتتحطي على نادي براميز. مش كلمة لطي على المدرب تقعام نادي براميز. تتكلم عن كتاعات الناشئين كلها. تمام. في المرحلة العمرية لأطفال وانت عندك أولادك وانت عندك أولادك بيلعبوا في كتاعات ناشئين. فرقة واحدة. وفرقة واحدة. اه. اه. اتنين فرقة واحدة. اول باك يمين وانا الفروب داعك. ساعات بيجيلك ابنك. واق صغير في السن. تتكلم في سبع تمان تسع سنين. يقول لك يا بابا المدرب مدايقني. والله اصلا ما باخدش فرصة. والله مش عارف ايه. المرحلة دي هي مرحلة عاملة زي في البيت كده عندك. اللي هو انا ماما مش عارف بتأكينه طول الوقت متزمر وطول الوقت زعلان. هل في قطاعات الناشئين فيه اخصائيين نفسيين. هل في اخصائيين ده زي عشان الناشئ ده. ولا ده مش موجود وما بيحصل. لا. مش موجود. مش موجود. يمكن احنا في يعني كتجربة كان من اول سنة الجهاز مسلا مدير فني مدرب عام مخطط احمال. ودكتور واداري ومدرب حراس طبعا. يعني المرحلة دي تحديدا محتاج الحاجة اللي تخصين دول تحديدا. بس اللي بيقوم بهم مسلا دلوقتي. موضوع التغذية بيقوم بيده الطبيب الفريق. بيحاول على القد ما يقدر يقره ويذاكر ويشوف وبيدي الاولاد مسلا لو عندنا. احنا مواصم مبارات. مسلا انا هتكلم عن تجربة. مسلا الساعة تسعة الصبح. هو يوم الجمعة بيبلغوهم هتاكلوا ايه? وهتفتروا ايه الصبح. الدكتور بيعمل كده. الجانب النفسي. لأ انا كلمة بس على الدكتور. هي واحدة واحدة. تمام. وبرضة انا مش عايز اتكلم على. انا بتكلم على حاجة. ايوة ما انا بقول لك. بشكل عام. عشان ما حطكش انت. بشكل عام. بشكل عام. هي فيها قصور عن ده. انا بتكلم على الاهل والزمالك. لا فيها قصور. انا قصو دي. انت دلوقتي قلت حاجة مهمة او على موضوع التغزية. وانا مش بفهم او في التغزية اشان ما افتيش يعني. بس ان دلوقتي تتكلم على حاجة بشكل عامل الفريق كله هتاكله الساعة تسعة وهتشربه ساعة كذا. لكن كل واحد فيهم ليه طريق التغزية لوحده. يعني كل واحد. قلت تعارف ده كويس. انت تغزية اللي رحمد. تمام. تمام. فالمرحلة دي تغزية فيها مهمة جدا. الاخصيين نفسيين مهمين جدا. كمل كلامك. لا لا بالزبط ده ده فيك صورة عن ده. ما عندناش الكلام ده في قطاعات الناشئين. ممكن نجيب طبيب للقطاع كله. اه اخصي نفسي للقطاع كله. طبيب تغزية واخصي نفسي. هيشتغل على القطاع بشكل كويس جدا. هيقدر يعرف ايهاب محتاج ايه في التحاليل او يتعمله اه فحوصات. يعرف اه التكوين الجسماني بتاعه هيبقى محتاج ايه? حتى لما يخش الجيم هيبقى محتاج ايه? هيشتغل معا الزاق. كل واحد مختلف عن التاني. بالزبط. وده بيتعمله برنامج محد معين وده بيتعمله برنامج مختلف عن ده وفي عضلات قوية وفي عضلات ضعيفة محتاجة. فده لأ عندنا قصور كبير جدا فيها. لأ انا متفق معاك تماما. اه لكن احنا دلوقتي انا كاهاب مسلا بحاول انا الطبيب النفسي. بحاول انا اللي اقرب. اه بكس بقى محاولة. مع برضو. انا معاك اللي فيها كسور. لأ انت كشخصية تمام? عندك المهارات دي انك تعرف تتعامل مع الاطفال ومع البراعم دول بشكل جيد. ودي ميزة مش عايب. بس عمرك ابدا ما هتكون زي المتخصص. تمام. نتبق معاك. عشكالي اديدك مسل بولادك. بس بس هقول لك حاجة. هي يقول لك انت وانت بتلعب انا اياسف. انت وانت بتلعب كنت ساعات لو المدرب ما اشرخكش. واشرك واحد تاني بتبقى قاعد متضايق برة جدا ومتنرفز وانت راجل كبير. تمام? بقى بلك انت الطفل ده بقى لو قاعد على بديكة شوية. انت كده اه. خلي بالك ده 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 كسور اداري. اه. يعني كسور اداري. يعني انا بك اتكلم مسلا لو انت اه في منظومة مسلا معينة او مؤسسة معينة. هو اساسها الادارة. اه. او سياستك انت كادارة. هل انت هل انت ديف 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 اه في في تصوراتك؟ او ده في تخطيطك بمعنى بمعنى ان انا Minzaniaya المالية مثلا عندي اللي مثلا حاطتها للفريع الاول. they gave 10 مليون جنيه. صح. تمام؟ صح. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ انا حاطت مثلا تعقدات مثلا 6 مليون. اه. مكافئات مثلا 2 مليون مش عاقب كذا. 10 مليون جنيه. تم انت مثلا توفر 3 4 لعيبة من اللي انت هتتعاقد معهم من الفريع الاول إلى 2 3 مليون جنيه وحطهم تحت يعني اشتغل بيوم تحت ووفر بقى الأخصائي النفسي ووفر الكلام ده مع أن أجمد قطاع ناشئين مش تقدر تصرف على 2 مليون جنيه طول الموسم كتغزية وكمكافئات حتى تحفزها للولاد كأن أنت قولنا القطاع الموازي ده هيبقى داعم برضه للقطاع الناشئين أو لقطاع البراعم لكن أنت تخطيطك كأدارة أنت بتستسهل أنت بتروح تجيب كل موسم 15 لعيب للفري الأول وناسك طاع الناشئين بقى اللي هو أنا كنت بستني مساء كاتر أو أنت كنت تقول لي لما أجب سألك على أخصائي نفسي وقال أخصائي داقزية هتقول لي زكاية المدار بياخد 2000 جنيه بس هي برضه إحنا ما كانش عندنا أخصائي نفسي معلش برضه طول عمرنا في الكرة المصرية ما كانش عندنا أخصائي نفسي ما كانش عند يعني دلوقتي في دلوقتي مخطط أحمال إحنا على أيامنا وكانش فيه مخطط أحمال لكن الموهبة كانت موجودة العدل كان موجود الموهبة والعدل كان موجود كنت بتروح وكانش فيه السسمار بالكرة بشكل رهيب بالشكل دا كان فيه موهب حقيقية دلوقتي الموهب بتقل قال موهب بتقل هتشوف الأجيال لحد 2005 يعني الأجيال في الكرة مختلفة تماما وصعبة جدا لكن يعني التفكير في أخصائي نفسي أو أخصائي تغذية ده طبيعي في العالم كله الدنيا بتتطور الدنيا بتتغير وانا معلش إحنا إنت كطفل المؤسرات اللي في حياتك ما كانش زي ابنك دلوقتي بالضبط المؤسرات والسوشيل ميديا وتكوين الشخصية وخلافه وعقليته هو خلي بالك ببدأ في أدق التفاصيل يعني هو دلوقتي عارف لو المدير الفني النهاردة كلمه هو بطريقة مختلفة وبعد ثانية أو دقيقة راح كلم زميله بطريقة مختلفة تانية وهو نفس التصرف خلي بالك يعني ممكن ابني مثلا المدرب هو عمل تصرف المدرب بيكلمه هو بطريقة يلومه يلومه التاني يقول له عادي فالولد يجي يشتكيل صح قل له معلش ابنك هو عايزك رغم من ده ممكن يبقى عادي إنت متعرفش الكواريس يعني مكنش محاضر معي ممكن مسلا يكون بيلومه المرة دي عشان يكوومه أكتر هو أنا كأهاب ما ينفعش أخلي أنا كأهاب ما ينفعش أخلي الولد ينتصر على المدير الفني ما ينفعش أخليه رايح شايد من المدير الفني بتاعه أنا ممكن أدايق أخد جواي أنا في الصدمات وأخد كل الانفعالات وهو أتعلم معنا نفسي من بره اللي بيحبه إيه ونرجع تاني نقول النقطة ضروري في المرحلة بس هل بقى إنتعرف مشكلة إيها كريمة عندنا إحنا بعد كل إخفاق بنقعد نتكلم كتير قوي أيوة بنقعد نتكلم كتير قوي نطلع وكل البرامج وكل المحلين وكل الدنيا بتعطي تكلم هل في حلول؟ لا لا هو في حلول بس ما بتتنفس بس ما هاش بيحل ما هو ليه ليه مش عايدينا حل خلينا عايدينا بنحاول لا أنا مقصودش طبعا ما احنا لازم عايدينا بنتكلم ونكرر تاني